النوع الأول من الإجزيمة اسمه التهاب الجلد التأتبي معلش هو اسمه كابل عربي إنما هو باللغة الطبية اسمه Atopic Dermatitis بس إحنا إيه عشان بنترجم فنقول إيه التهاب الجلد التأتبي ده أول نوع من أنواع الإجزيمة النوع الثاني اسمه التهاب الجلد بالتماس بالتماس اسمه Contact Dermatitis يبقى عندنا Atopic Dermatitis اللي هو التهاب الجلد التأتبي و Contact Dermatitis اللي هو التهاب الجلد بالتماس هشرح لحضراتكم النوعين الـ Atopic Dermatitis أو التهاب الجلد التأتبي بيحصل عند الأطفال اللي عندهم تاريخ عائلي للحساسية من النوع ده يعني غالبا كده ما فيش طفل بيحصلوا الحالة دي لازم يكون فيه حد من العيلة قريب يعني الأم الأب الإخوات الجدود الجدد عندهم هذا النوع من أنواع الالتهابات اللي هو الالتهاب الجلد التأتبي اللي هو Atopic Dermatitis يبقى أول عامل أول نقطة أن هذا الأمر أو هذه الحالة لها علاقة بالعامل الوراثي طيب إيه تاني؟ الحالة دي اللي هو التهاب الجلد التأتبي ده اللي هو الـ Atopic Dermatitis الحالة دي بتصيب الأطفال في ثلاث مراحل أساسية من عمرهم المرحلة الأولى بتكون بين الشهر التاني والشهر السادس من العمر بتظهر في الوقت ده لما الطفل يكون عنده شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يعني في الفترة دي بيظهر إيه بقى؟ بيظهر طفح جلدي في شكل نتوءات صغيرة على الخدين والجبهة اللي هو الجبين وفروة الراس ممكن الطفح يوصل للزراعين والبطن مناطق بقى الإصابة الطفح ده بيكون شكله إيه؟ مناطق الإصابة دي بتكون لونها أحمر وبيكون الطفل عايز يهرش فيها طول الوقت طيب يبقى نخلي بالنا من إيه؟ من قص الأظافر الأطفال الصغيرين دول نقص لهم ضافرهم؟ طبعا وفيه في الصيدلية بيتباع الأصافة الخاصة بالعمر ده على طول لازم نقص لهم ضافرهم لأنهم لو ما تقصش ضافرهم بيعوروا نفسهم يعني بيبقى جروح بيوصل لدرجة الجروح لأنهم بيبقوا عايزين زي ما يقولوا بتاكلهم بتبقى عايزين يهرشوا فيها طول الوقت فلازم يبقى الطفل ضافره مقصوصا الأطفال دول بيبتدوا يتحسنوا عند نهاية السنة التانية تمام كده؟ دي المرحلة الأولى اللي بتصيب الأطفال في التهاب الجلد التأتوبي أو الأتوبيك درماتايتس قلنا إنهما ثلاث مراحل من العمر دي كانت المرحلة الأولى اللي بتتحسنها عند نهاية السنة التانية المرحلة التانية بتكون عند عمره أربع سنين وممكن تقعد مع الطفل يعني الطفل بقى بيفضل كويس من سنتين لأربع سنين ممكن تقعد مع الطفل يعني الجيله عنده أربع سنين أو خمسة أو كده بس بتقعد مع الطفل لغاية ما يبقى عمره عشر سنين طيب بيكون فيها إيه؟ بيكون فيها برضو طفح جلدي أحمر زي اللي فات لكن المرة دي مع قشر بيكون فيه قشر بقى ابتدى يظهر والقشر ده بيكون إيه؟ مدور يعني على شكل دائري وبرضو حالة الهرش بيكون يعني بتكون موجودة طول الوقت في أوقات كتيرة عشان كده برضو لازم نبقى حارسين على قص الأتظافر أماكن الطفح الجلدي بقى هنا غير بقى المرحلة بتاعت شهرين واربع شهور بتكون بقى الطفح الجلدي فين؟ على الوجه وعلى البطن وبيظهر كمان عند الكوعين وخلف الرزغين خلف الرزغ يعني في المكان أكنه في ظهر أستيك الساعة كده تمام؟ وبيظهر كمان الطفح ده خلف تجويف الرجبة يعني في الرجبة من جوة من وراء مش الرجبة من قدام لا من وراء بقى في التجويف بتاع الرجبة وخلف الكعبين برضو في اللي هو عنده عرقوب الرجل خلاص كده القشر المصاحب زي ما قلنا بيكون دائري في شكل دائري وما بيكونش فيه حويصلات أو سائل يعني ما بيكونش هو قشر بس قشر فقط تمام؟ خلوا بالكم النقطة دي طيب دي كانت المرحلة التانية المرحلة التالتة بقى هي ايه؟ فالمرحلة التالتة بتكون من عمر 12 سنة إلى عمر 21 سنة وبرضو بيكون فيها هرش وبيكون فيها جفاف للجلد وبيكون فيها قشر ولكن أخف من المرحلة اللي قبل كده يعني هي المرحلة المزعجة قوي هي المرحلة التانية دعاираきます لذا قمت بتكون مرحلة التواصل والحصولات mikسه انتقار لا تن الإضافة